تتزمن الاحتفالات الإماراتية بتوحيد القوات المسلحة مع أحداث مشتعلة تمر بها المنطقة المحيطة بدولة الإمارات ما استلزم مساهمة الجيش الإماراتي بها في أسيدس من مايو من العام الجاري تحل الذكرى الثانية والأربعون لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية ففي مثل هذا اليوم من عام 1976 أصدر الشيخ زيد بن سلطان النهيان قراراً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع نص على توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية تحت قيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم الكيان الاتحادي وتحقيقاً للاندماج الشامل لمؤسسات الدولة وأصبح الاحتفال بهذا القرار تقليداً سنوياً للقوات المسلحة الإماراتية تحتفل به دولة الإمارات وقواتها المسلحة نظراً للدور الجوهري الذي يلعبه وجود جيش موحد سهم في استقرار الدول وحماية أمنها وبهذه المناسبة أكد شيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة الإماراتية هي الحرس الأمين لسيادة وأمن واستقرار الدولة وهي من يحافظ على مكتسباته في ظل التحديات الإقليمية والدولية المضطرب والمليء بمصادر التهديد كما طالب أيضاً الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طالب الإماراتيين أن يتمعنوا في مسيرة بناء الجيش الإماراتي ليستفيدوا من الدروس والعبر وصفاً إياها بقصة الإرادة التي لا تعرف المستحيل الذكرى الثانية والأربع لتوحيد الجيش الإماراتي تأتي تزامناً مع أحداث مشتعلة تمر بها المنطقة المحيطة بدولة الإمارات استلزمت مساهمة الجيش الإماراتي بها يأتي على رأسها الحرب في اليمن بالمشاركة مع دول التحالف العربي